السلام عليكم كنتم أنم الله كلكم تكونوا بخير وكنتم أنم الله كلكم تكونوا لبس بزار ديال الناس عندهم المعاناة ديال التقاف او لا ديال الربض او لا السحر ديال الربض في هذا الفيديو ان شاء الله تعالى سنتكلم على هذا السحر هذا بإذن الله تبارك وتعالى ولهذا غير ان تكلموا وغير ان يقول لك انت او لا انت المهم بسحر الالتقاف الالتقاف هو انك تولي عندك مشاكل مع جميع النساء بالنسبة للرجال مع جميع النساء توليك تعاني من الفشل من العوجاج من الانكماش او من سرعة القدف ولك يقول لك مشاكل لانك انت ما كتبقاش عندك والرغبة بالنسبة مع النساء بالنسبة للسادة التي تعانى من التقاف تولي عند الصفحة تولي عندها وطاقية تولي عندها مشاكل اما ألم في الراحل أو شيء ضيق في الصدر تولي عندها الخوف من العلاقة الجنسية تولي عندها مشاكل نفسية من العلاقة الجنسية والراجل كذلك توقيت عند مشاكل نفسية من العلاقة الجنسية لما تخليش يؤدي واحد رغبة جنسية مع طرف الآخر لهذا طريقة بإذن الله لأن نصحك بها إلحتك شراقي توقع الله وسيل عنده يدلك الرقية بإذن الله باش تخص حدا ديالك ربما يكون عندك سحر مدفون أو معلق أو مكتوب أو مدفون بإذن الله أو لا خذ هذه الطريقة ديالها وباش ما كان نخبرك في واتساب إخذ زيت الزيتون بإذن الله محيه أو كتبه وضع تبصير بيد كتب أيات الكرسي بالزعفران بإذن الله ومحيه بزيت الزيتون بإذن الله دهن به القاضي بديالك ودهن به الخاصية هنديك بالنسبة للراجل بالنسبة للمرأة دهن به للرحم لك إن شاء الله وإلا كان شيء حاجة شي مس أو شي سحر تحس بنبض في تلك المنطقة هتحس بفشل في تلك المنطقة هتحس بضوخة وأتحس بالآلام في السطر تحس بمشاكل نفسية وعصابية ولا يجب شفا للجميع بالنسبة للوصفة التي سأعطيك بإذن الله خاصتك تركز معايا وتفهم زيان الكلام التي سأقول لك ورب أكيد أنه سيسر لك ويجيب لي فعل خير وإلا ما أعرف شو الوصفة توصل معايا ينساعدك ونتوفقنا إلي بالله هي ناخد العسل الزعتق بإذن الله وناخد العسل الضغموس بإذن الله وناخد العسل اللخزامة بإذن الله نخلط هذا الشيء كامل في حل كيلو واحد ناخد حبوب اللقاح ناخد حب العزيز غداء المالكة طلع الناخيل الجانسينغ العكبر الماكة وحبوب اليقوت بإذن الله وناخد معهم شيء من الحب السوداء وشيء من الكنضر بإذن الله نخلط المكوينة كاملة مع هذه العسل بإذن الله اللي ذكرنا إن شاء الله تعالى اللي وحصل الزعتر وحصل الخزامة وحصل الضغموس بإذن الله ونقدرنا كل منهم في الصباح وفي الغداء وفي العشاء إن شاء الله تعالى عندك شيء مشكل أو لا أنك ما عرفتيش أو لأنك يتلفتي وعندك شيء أعراض تواصل معي عبر الواتساب وهذه النصحك وانتقل فيها إيدا وما ترفقنا إلي بالله ونتسنى منك الدعاء تهلا فراسك